هكي توحنا الفتوش تمام؟ تمام خالص الفتوش الشكل النهائي لو تاخده بس وتشوفه طمان فيها فوائد خطيرة هاد فعلا نقدر قول على خطيرة فوائد رهيبة في الفتوش حمد الله اعترفتي بعد اي لا الفوائد مش الحركات خطيرة الفوائد خطيرة سبحان الله تمام يلا بلاش بالمقلوبة هي المفروض كملنا ولا مازال يعني مازال قداش عليها مازال هكي خلطت ماليش احاولتي طفيت النار على امت طفيت النار على تخلب خلب لازم هاي الحركات انت تتعلمي ايه وانت دائم جديد في حاجات تتصير انا مركزتش فيها اصلا هلأ منحط المكسرات تمام اول حاجة شنحطيتي الكاجو الكاجو مكسرات اي نوع يعني المتواجد بيكون عند عين جمل يمشي اللي هو ما بيتحمص عين الجمل فلازم لوز او كاجو او سنوبر تمام ولا معلش انا سامحوني عم بشتغل بيدي لانه هاي الاكلة لازم هيك انا في حاجات اصلا لو ما واحد ما يستخدمهاش باليد ممكن تحس انها حتى نفسها يريح يعني تتلقى كي تحس مافيش روح صح بجد يعني هلأ منحط هلأ حطينا المكسرات اللحمة هلأ منحط طول بدنجان بدنجان يعني ما نحباش انا البدنجان وانا صغيرة كنت ما نكلش فيه بعد مكبر تقعد نمشي ممكن نكي لو في حاجة لو في اكلها ممكن نمشيها بس مش حب حبه بصراحة معناها اليوم كل وجوكم سمح اليوم لكن ممكن ناخد يعني نحول الطبقة متاع البدنجان لو بتعطوني انا بعدين حولوا طبقة البدنجان وناخد الباقية تمام ناخد اللحمة والرز ايو ماشي اوكي تمام يعني تمام حركة دائرية هذي حتى هي نعرفها تعرفيها؟ والله طب ليه ما اشتغلت فيها معي؟ اه انت كيف بداتي اصلا انا بتصور كافي هاي نحط قطعهم بس امولة مواجه نقابل اه يعني لازم يعني نحن نزل طبعا ما احنا قصم نقلبوها بأعدادة كل يعني انا مثلا لما كنا نديرو فيها بابا يقول حاجة يقول يعني انت في الاخير بوكل بتاكلوها وبتتشقلب يعني هيكي وبتندر ليش نديرو في هذا كلها يعني بكفي امولة بتصور ارجيني محطت واحدة هنا ما نحط واحدة غطة طيب اوكي بناتينتين هون وهون لو سمعت اوكي بسمح اتنين ثلاثة ثلاثة هون ماما اوكي اوكي تمام هيكي معاش نبوه صح خلاص تمام خلينا هذا هنا توا بعدين ولا نرفعو غادي وخلاص نرفعو غادي تمام شو رأيك بالريحة عمال انتوا شكل صير اللي بنمرض ولا حاجة منعرفش فمنشمش في حاجات واجدة نستفاس سمعتيني كلها الريحة الحلوة مش عممتي يا أمل معقول ما بصدق أنا بس في شوية تمالك عصاب وفي رباطة جقش زي ما يقولوا أنا أنا واسطة منشغلي أمل وأكلي الله أكبر ما هتعمليلي أحباط بقا مش أحباط بس نستفز شوية شو معنى انتوا تستفزوا فيي يعني انتوا ما بتعرفي ما نعرفش شنو ما بتعرفي بالمطبع اي ممكن أنا ما نبنش ما خطرش نعاند بصالحها في الموضوع ولا إيلك حلاقة بالمطبخ أصلا اهيكي تو راجعت هي تبتدير المجلوب علي أنا بدل من الأكلة بدل من الأكلة شن اسمها بدل من الأكلة قاطت هي تقلب علي الطاولة تو طب انتي تعرفيها الشيء أول مرة بتشوف فيها لا ما قلتلك أنا عندي في الحوشي ديروا فيها أمي تدير فيها ديما نفس الطريقة نفس الريحة نفسه أحلى طبعا أمك طبعا على فكرة أنا ما بلاقي أطيب من أكل ماما لا لا طب حتى في الكنترول قلولي لا حلو تطيبها لا أمي أحلى تطيبها سبحان الله أكل الأم غير مختلف طبعا حتى هي قالت ما عندي مشكلة أنا أمي أحلى تطيبها أمي أحلى تطيبها